انوان هذه البطولة هو ايه اللي بيحصل في كودفور يعني لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر هتقول ان هناك مفاجأة في تحقيق التعادل بالنسبة طبعا لمنتخب موزنبيق لما تيجي تتكلم على تونس منذ قليل ساعة سبعة في المباراة الاولى لمنتخب تونس وهزمته من فريق او من منتخب يعتبر او مش يعتبر هي اولى مشاركات منتخب نميبي وبيستطيع ان يفوز على المنتخب التونسي بكل ما له من اسم وتاريخ كبير ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل مع الجزائر وتعادل في وقت كنا كلنا متخيلين ان هو الجزائر حيفوز بعدد كبير وبعدد وافر من الاهداف على انجولا تعادل واحد واحد مع انجولا لما تيجي تبص على ناحية التانية الكاميرون وتعادل مع غينيا برضو كل الناس كانت رايحة لاتجاه ان الكاميرون ستستطيع الفوز على كينيا على غينيا بنسمع يعني وانت قاعد بتتفرج بتتلغبط هو مين بيلاعد مين؟ هو هي الرأس الاخدر هي اللي كسبت غناء؟ ولا غناء اللي كسبت الرأس الاخدر؟ تبقى قاعد مش شايف مين اللي لابس ابيض ومين اللي لابس احمر؟ نيجيريا تعادلت مع غينيا النهاردة نميبيا بتحقق الفوز الاول له في بطولة الامم الافريقية عبر تاريخه على حساب المنتخب التونسي وفيها يا جماعة ايه اللي بيحصل في هذه البطولة؟ كيف ينظر كل المحللين وكل الخبراء لهذه البطولة؟ البطولة دي لما تيجي تتكلم انا قبل البطولة كلنا تكلمنا قبل البطولة ان هناك مؤشرات بتؤكد قوة هذه البطولة وهناك مؤشرات بتقول كانت وجهة نظرنا قبل بداية هذه الحلقة او قبل بداية هذه البطولة انه لتمن منتخبات الكبرى هتبقى هي اللي في دور التمانية ولكن الكرة الافريقية تغيرت زي ما حضرتك شايف كل ما يحدث داخل الكرة الافريقية من تطور رائع والحقيقة كلنا بنشيد بيه ولو فضلنا بهذا المستوى وبهذا الاداء انا بتكلم هنا على منتخب مصر هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا على الرغم من ثقتي الكبيرة جدا انا واحد من الناس اللي بيثقوا في منتخب مصر وبيثقوا في فيتوريا ومجموعة اللاعبين اللي موجودين كلهم قادرين على الفوز مش الفوز على غانا لا ولا الفوز على كاف فردي لا الفوز بهذه البطولة واحد من افضل المنتخبات اللي موجودة انا هنا بتكلم باستثناء المطش اللي فات مش هتفرجتش على مطش موزنبيق انا البطولة بالنسبالي هتبدأ بكرة بعد بكرة البطولة بالنسبالي هتبدأ بعد بكرة كأن احنا لسه مجناش كأن لسه منتخب مصر مجاش وده اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم مبارح انه البطولة دي مختلفة عشان كده يجب ان يكون هناك دعم ومسندة واجبة ومهمة لمنتخب مصر قبل مواجهة ممكن جدا جدا تجد انه منتخب مصر خارج هذه البطولة مين هيستحمل الكلام ده لازم منتخب مصر يعرفوا كل لعيبي منتخب مصر لازم يفهموا انه معنى كلمة مصر ده كبير قوي حاجة كبيرة جدا جدا والله العظيم تلاتة انا بقول لحضراتكم ده من واقع وجودي في الملعب بكده لما الواحد كان بيسمع بلادي بلادي لك يحبي وفؤادي كون جسمك انا دلوقتي انا جسمي بيقى اشعر لما افتكر لما يكون واقف كده والسلام الوطني والكاميرا جاي عليك يا جماعة عندنا مطش يوم الخميس يجب على كل الجماهير المصرية انتقف خلف متخبنا للوطني ويجب على كل اللاعبين ان يتحلوا بالمسئولية الكبيرة اتجاه وطنهم واتجاه 120 مليون مصري مستنيين هذه المباراة هتقول لي مش للدرجات دي مش هخليهم 120 هقول لك 110 بس العشر البقين مش في دماغهم لكن طول ما انا ماشي في الشارع الناس تقول لي يا كابتن احنا هنعمل المطش اللي جاي يا كابتن يا كابتن يا كابتن يا كابتن منتخبنا قادر قادر ان شاء الله عندنا مجموعة من اللاعبين قادرة على الفوز على غانة وبقول لحضراتكم مش الفوز على غانة الفوز بهذه البطولة ترجمة نانسي قنقر